زكي رستوم ولد سنة 1927 كان فناناً مصرياً شهيراً في مجال السينما ولد في مدينة الإسكندرية في مصر وتأثر بالمسرح والفنون الجميلة منذ صغره بدأ مسيرته الفنية في الستينيات وسرعان مشتهر بأداء أدوار البطولة في الأفلام السينمائية تميز بأدائه المميز وقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة بإتقان كان يجسد الشخصيات القوية والكارزمية التي تلفت انتباه الجمهور مما جعله أحد النجوم البارزين في صناعة السينما المصرية في تلك الفترة وظلت أعماله الشهيرة في السينما المصرية حيث قدم أداء استثنائياً في أفلامه ونال إعجاب الجماهير رحل زكي رستوم عن عالمنا في عام 1978 لكن إرثه الفني ما زال حاضراً حتى يومنا هذا ويظل يلهم الأجيال الجديدة من الممثلين والمبدعين في عالم الفن